قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق فالقول على الله عز وجل بلا حق أو بغير حق ما سببه سببه أن هؤلاء الذين هم اليهود والنصارى سببه أنهم اتبعوا أسلافهم ومن سبقهم فأوضحت آية المائدة بأن سبب ما وقع فيه هؤلاء من الغلو والقول على الله بغير حق سببه أنهم اقتدوا بأسلافهم ولذا قال تعالى مبينا هذا تبينا ماضحا في سورة التوبة فقالت اليهود عزير بن الله فقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم تطاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يوفكون